أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع وشدد رئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل البحريني رفضه القاطع لكل محاولات التهجير القصري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني مع الانخراط الجاد والفوري للتوصلي لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية قد نقشت مع شقيقي جلالة الملك جهودنا جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وقف كل محاولات التهجير القصري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية